استنكرت وزارة الخارجية بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر وما تضمنه البيان من سرد لوقائع مختلفة ومغلوطة تعكس تجاهل شديدا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر وأبدى بيان الخارجية الاستغراب الشديد من الزجي بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها مزعومة معربا عن استنكر مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة كما دعا بيان الخارجية المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زايد بن رعد الكفى عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق